حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك وإصحاق بن عيسى قال أخبرني مالك قال عبد الله وحدثنا مصعب قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خذمين أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت فيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكحه حتى سفيان بن عيينة عن يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا القاسم عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع شيخين من الأنصار أن خنساء أنكحها أبوها وكرهت ذلك فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن مجمع ابن يزيد عن أم مجمع قال زوج خدام ابنته وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح أبيها حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارية ومجمع ابن يزيد الأنصارية أخبراه أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح أبنة له فكرهت نكح أبيها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا قرأت على يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني حجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري أن جدته أم السائب خناسة بنت خذامي بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة تأيمت منه فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بني عمرو بن عوفي بن الخزرج فأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة وأبا أبوها إلا أن يلزمها العوفي حتى أرتفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أولى بأمرها فألحقها بهواها قال فانت زيعت من العوفي وتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب بن أبي لبابة قاق رأت على أبي يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة قال كانت خناس بنت خذامين عند رجل تأيمت منه فزوجها أبوها رجلا من بني عوفي وحطت هي إلى أبي لبابة فأبا أبوها إلا أن يلزمها العوفي وأبت هي حتى أرتفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي أولى بأمرها فألحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب